شكرا سيدي الرئيس بادي آذبت أتوجه بشكري إلى فرنسا وأهنئك يا سيدي على تعيينك في منصبك مؤخرا وأتمنى لك كل التوفيق لديكم اليوم فرصة تاريخية لكي نحول تركيز هذا المجلس إلى التهديد الأمني الحقيقي الشرق الأوسط يعاني من سرطان وإلى حد هذا اليوم لم يناقش مجلس الأمن سوى منح هذا المريض مسكنا أسبرين السرطان لا يعالج بالمسكن يا سيادة الرئيس الواجب هو القضاء على جذور هذا السرطان وليس فقط الأعراض أو الأثار الجانبية أعضاء المجلس، الزملاء الأعزاء نحن نعيش في عالم يتخلف بكل معنى الكلمة قبل عدد من سنوات انسحبنا من غزة بشكل كامل لبناء الثقة مع الفلسطينيين ولرسم ملامح مستقبل مشترك ولكن الفلسطينيين انتخبوا تنظيم حماس الإرهابي ومذاكة وتحت أعين الأمم المتحدة ووكالاتها قامت حماس باستغلال المساعدة الإنسانية وحولت غزة إلى آلة حرب قاموا بحفر مئات الأميال من الأنفاق وأطلقوا عشرات الألاف من الصواريخ لم يحاولوا إخفاء الأهداف المتمثلة في إبادة إسرائيل والأمم المتحدة كانت تعرف ذلك في السابع من أكتوبر ركزت حماس على تحويل خطة قتل اليهود إلى واقع قتل ألف ومائتان من مواطني بلدي في يوم واحد رجال ونساء وأطفال وشيوخ وكذلك اتخذ عدد من الرهائن هذا الشر المطلق كان يتجاوز من حيث المعنى عشرين ضعف ما حدث في الحادي عشر من سبتمبر وهم قد التزموا بمجازر ومجازر إضافية حتى القضاء على إسرائيل ولكن من الصادم أن العديدين هنا في مجلس الأمن ينصرون وقفا دائما لإطلاق النار ولا يفكرون في تداعيات ذلك ماذا سيحدث برأيكم إن تم وقف إطلاق النار؟ سأقول لكم ما سيحدث حماس ستبقى في السلطة ستعيد توحيد الصف وستعيد التسلح وستواجه إسرائيل محرقة أو محاولة محرقة جديدة هل هذا ما تودون حدوثه؟ أن نضطر من جديد إلى عملية دفاعية جديدة في غزة؟ هل تتوقعون مننا أن نترك الرهائن في أنفاق حماس الإرهابية؟ مع بقاء حماس في السلطة فإن المستقبل سيبقى قاتما جدا حالكا بالنسبة إلينا جميعا كيف يمكن أن تطالبون بوقف لإطلاق النار وتشير إلى حل للنزاع في الوقت نفسه؟ هذا تضاد كامل لا يمكن أن يحدث الأمران في آن معا هذا مستحيل حماس تحاول القضاء على إسرائيل وإن دعمتم موقفا سيؤدي إلى بقاء حماس في السلطة لا يمكن أن تدعوا أنكم تبحثون عن حل لهذا النزاع السنوات الثمانية عشر الماضية قد أثبتت ذلك ولكن أيها الأصدقاء هناك صيغة يمكن أن تنهي حمام الدم وإن اتحدى المجلس خلف هذا الحل فسوف يتجسد ويتبلور إن قامت حماس بتسليم المسؤولين عن السابع من أكتوبر وإن قامت بإطلاق سرح جميع الرهائن فسوف تنتهي هذه الحرب على الفور هذه ليست حربا اخترناها لم تختر إسرائيل هذه الحرب ولكننا ندافع عن مستقبلنا كما سيدافع أي منكم عن مستقبل بلده إن كان في موقفنا هناك عبث يتم الحديث عنه اليوم حماس والجهاد الإسلامي هم إرهابيون وهم مجرد عرض عرض للتهديد الأمن الحقيقي في المنطقة وخارجها هناك نظام مسؤول عن رعاية 90% من ميزانية حماس الإرهابية وكذلك تسليح حماس وتدريب حماس نفس النظام الذي يقدم لحزب الله الصواريخ الدقيقة ويقدم للحوثيين صواريخ تسيارية كل ذلك ينفذ بغية تحقيق دمار كامل وانعدام استقرار في الشرق الأوسط وهذه الأفعال الإرهابية سترتكب أيضا في وقت قريب تحت مظلة نووية والمجلس يتجاهل بكل بساطة هذا الخطر الضخم الخطر المتمثل في نظام الآية الله في إيران أي عبث هذا عندما نرى وزير خارجية أول دولة راعية للإرهاب وهي دولة تطمح إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط عندما يتواجد هذا الشخص ليخاطب مجلس الأمن اليوم تخيلوا لو أرسل هتلر وزير خارجيته للمشاركة في نقاش جات بشأن الدفاع عن اليهود بنا المحرقة إن الأمور قد انقلبت رأسا على عقب ممثل نظام يدعو علنا إلى القضاء على دولة إسرائيل ويدعو علنا أو يقدم علنا المشورة لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي فعلا انقلبت الأمور رأسا على عقب هناك حديث عن تفادي انتشار النزاع أود أن أوضح أمرا ما هذا الانتشار لا يحدث من فراغ تم التخطيط له والشخص المسؤول عن الهجمات الإرهابية وعن هذا الانتشار في المنطقة منذ 7 أكتوبر سيكون حاضرا هنا معالي الوزير من إيران هو الذي قام بتوجيه التعليمات لحماس وكذلك دعم الحوثيين ومن دون إيران لم يكن للحوثيين أن يحصلوا على المسيرات للهجوم على السفن في البحر الأحمر انظروا إلى هذه الصورة هذه أسلحة إيرانية صادرتها البحرية الأمريكية وهي في طريقها إلى الحوثيين وهذا دليل دامغ على العقل المدبر لهذا الانتشار للنزاع في المنطقة يا سيدي الأمين العام هل وزير خارجية إيران سيساءل؟ كلنا يعرف الرد إيران تقف دائما في الظل في الظلام وتقود هذه العمليات وتدبرها ولكن ممثل هذا النظام موجود هنا هل سيتطرق المجلس إلى الخطر الحقيقي المحدق بأمن المنطقة؟ السيد الرئيس كل بلد في المنطقة تأثر بأصابع إيران الخفية الإرهابية السعودية تعرضت لهجمات بالمسيرات وبأسلحة أخرى الإمارات العربية المتحدة أيضا تعرضت لهجمات بالصواريخ والمسيرات بما في ذلك هجوم على مطار أبوظبي والهجوم الإيراني الأخير في كل من العراق وسوريا وباكستان كل ذلك دليل على أن ما من شيء سوف يوقف إيران في مساعيها لفرض الهيمنة الشيعية إيران هي من هندس إنعدام الاستقرار في سوريا حتى شعب إيران يعاني بشكل يومي ولا يخفى عليكم أن نظام يقتل النساء ويقتل المتظاهرين الأبرياء ويوم أمس تم قتل محمد قبرلو وهو إيراني بريء تم إعدامه نراهم في كل مرة يشنقون وبينما يشنقون يأتي معالي الوزير لكي يخاطبنا في مجلس الأمن وكذلك تقوم إيران بتشجيع جبهة البوليساريو على ارتكاب هجمات في المغرب والأمر نفسه ينسحب على السودان والنيجر وغيرها لكن إرهاب إيران لا يقتصر على الشرق الأوسط أو أفريقيا البنية تعرضت لهجوم سيبراني إيراني ولا يخفى عليكم أن المسيرات الإيرانية تستخدمها روسيا لقتل المدنيين في أوكرانيا إرهاب إيران سوف يطالكم جميعا وهذا لا يخفى على أحد حتى روسيا التي تتعاون مع إيران إن ركستم فقط على تقديم المساعدة لغزة وهذا بالمناسبة أمر هام نعم من المهم أن نقدم المساعدة لغزة ولكن لا ينبغي أن تنسوا التهديد الإيراني وإلا فإن مستقبلنا الجماعي سيكون حالكا متطرفا شيعيا شكرا سيدي رويس شكرا سيدي رويس شكرا سيدي رويس شكرا سيدي رويس شكرا شكرا